مرحباً أحمد أهلاً راشد ما رأيك أن نستخدم لوحة العد هذا لعد الأشياء؟ إذا أنزلنا حبة خرز واحدة إلى الأسفل هذا يعني العدد واحد ومثلاً عشر خرزات يعني العدد عشرة وهذا العدد عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، مئة ولكن إذا أردنا تمثيل العدد مئة وخمسة مثلاً أو مئة وستة كيف يمكننا القيام بذلك؟ يمكن أن يمثل كل لون عدد معين مثلاً كل حبة خرز حمراء في العمود الثاني تساوي عشر حبات خرز زرقاء في العمود الأول إذن العمود الأول يساوي عشرة أو حبة الخرز الحمراء الواحدة تساوي عشرة هذا يعني أن هناك طريقتان لتمثيل العدد عشرة نعم، هذا صحيح وإذا أنزلنا حبة خرز زرقاء يصبح لدينا العدد أحد عشر وحبتين حمراء وين وواحدة زرقاء تساوي العدد واحد وعشرين اثنان من العشرات وواحد من الأحد وكل حبة خرز بنية من العمود الثالث تساوي جميع حبات الخرز الحمراء في العمود الثاني هذا يعني أن حبة الخرز الواحدة في أي عمود تمثل عشر حبات خرز من العمود الذي قبله إذا أنزلنا هذه الحبة إلى الأسفل تكون هذه الحبة تساوي عشر عشرات أي مئة حبة خرز زرقاء وحبة الخرز الخضراء تساوي عشر حبات خرز بنية أو مئة حبة خرز حمراء أو ألف حبة خرز زرقاء والحبة الصفراء الواحدة تساوي عشرة آلاف حبة زرقاء والحبة الزرقاء في العمود السادس تساوي مئة ألف حبة زرقاء في العمود الأول وهذه الحبة تساوي مليون حبة زرقاء هل نستطيع تمثيل أي عدد بين هذه الأعداد؟ أعتقد أننا نستطيع القيامة بذلك لنحاول تمثيل العدد خمسة عشر ألف وثلاثة إذا كانت كل حبة خرز زرقاء في العمود الأول تساوي واحد وكل حبة حمراء في العمود الثاني تساوي عشرة وكل حبة بنية تساوي مئة وكل حبة خضراء تساوي ألف ولا يوجد خمسة عشر حبة خرز من اللون الأخضر ولكن كل حبة خرز صفراء تساوي عشرة آلاف هذا يعني أنه يجب أن نقوم بإنزال حبة واحدة صفراء هذه عشرة آلاف ونحتاج خمسة آلاف الآن إذن يجب أن نقوم بإنزال خمس حبات خرز خضراء وهكذا أصبح لدينا العدد خمسة عشر ألف واحد من العشر آلاف وخمسة من الآلاف وصفر من المئات وصفر من العشرات ثم يجب أن نقوم بإنزال ثلاث حبات خرز زرقاء أي ثلاثة من الأحد ليصبح لدينا العدد خمسة عشر ألف وثلاثة وهكذا انتهينا من تمثيل الأعداد باستخدام هذه الأداء